طيب بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ إن شاء الله المحاضرة اليوم وهي تكملة لآخر وحدة في المقرر واللي هي النقل وارتباطه بالخدمات اللوجستية وتكون من جزئين اللي هو الخدمات اللوجستية إدارته والجزء الثاني وسائل النقل الحقيقة المحاضرة بسيطة جدا وموضوع بسيط وموضوع ثقافة عامة وفيه ناحية بتاع التاريخ يعني في قمة الجمال يعني مع إدارة اللوجستيات دية الخريطة المفاهيمية بتاعة هذه الجزء من المحاضرة أول حاجة عندنا مقدمة حنشوف الحاصل فيها إيش وبعد ذلك عندنا تاريخ النقل في 12 أو 13 نقطة كيف تطور النقل عبر التاريخ عشان تعرفوا أهمية اللوجستيات منذ فجر التاريخ منذ فجر التاريخ منذ فجر التاريخ تعرف شنو أهمية اللوجستيات يعني بالتفصيل حنشوفها وإن شاء الله بكده ننتهي شوف لك ورقة يا أخي شوف لك ورقة من زميل ما تحتاج سؤال يا سودان هذي فشوفتك يا فحنتكلم عن تاريخ النقل بالتفصيل وبعد ذلك حنتكلم عن أنواع وسائل النقل وبعد ذلك طرق النقل والمواصلات وذاكر كل شيء عشان أن الاختبار النهائي تستطيع أن تجيب على كل شيء بالذات الواجبات تنفعك جداً في إيشنو؟ في المذاكرة الواجبات مغطية تقريباً كل الشرايح بالتفصيل وكل المذكرة بالتفصيل إن شاء الله ما يخرج منها سؤال وتكون المسألة طيبة تمام؟ إذا في مسائل أنا بحل أبارس لكم لكن إن شاء الله ما يكون في مسائل كل شنو أسئلة موضوعية صح وخطأ وخيار المتعدد وشنو بوصل تمام؟ نبدأ إن شاء الله هذه المحاضرة اللطيفة قال النقل هو الانتقال من منطقة إلى أخرى باستخدام وسائل مختلفة حيث تطورت عبر طريق الحيوان إلى العربات حتى السفن والقطارات والسيارات ذات المحركات ووصولاً إلى وثائل النقل الحديثة لنقل مثل الصواريخ والطائرات والغواصات هذا لنقل الدمار طبعاً للصواريخ والطائرات والغواصات فالنقل حاجة معروفة منذ أمد التاريخ منذ أن وجد الإنسان كان يحتاج إلى نقل لأسباب كثيرة جداً جداً ولأهداف كثيرة جداً جداً يحتاج شنو إلى النقل نقل البضائع نقل السلع كلها كانت تحتاج إلى نقل فالنقل مربوط بالإنسان طالما إن الإنسان يأكل ويشرب ويلبس لازم شنو يكون هناك سلع لهذا الأمر مضاف إليها طبعاً السياحة كمان ومعرفة الآخرين وكذا مضاف إليها الحروب لأنه مرات قد تقع حروب نحتاج فيها إلى نقل أساساً النقل هذا واللي هو اللوجيستيك نشأ في المجال العسكري أيضاً لأنه أثناء الحروب تحتاج إلى نقل الأسلحة والزخائر والمؤن مع تطور شنو القهز المسائل زي ما قال لك الصواريخ والطائرات والغواصات يمين؟ يقول لها شنو؟ تنقل فهذا هو النقل وهو مربوط جداً اللوجيستيات النقل والنقل اللوجيستيات دائماً دائماً يعني ممكن نقول كذا قال بدأ البشر يستعملون الثيران والحميل كوسيلة للنقل وحمل الأغراض في عام خمسة ألف قبل الميلاد شيد سكان بلاد الرافدين عام ثلاثة ألف وخمسمية قبل الميلاد أولى المركبات التي لها عجلات رفتوا الكلام؟ يعني أول حاجة النقل كان فردي تجيب ثور وتحمله لحد ما يحمل وبعد ذاك شوف لك ورقة وقال لها مشتغل والحمير برضو يستعملوها يشيلو عليها يعني كان النقل فردي عندك حمارين ستة أحمار فكان النقل محدود ده كله بدأ من خمسة ألف قبل الميلاد خمسة ألف قبل الميلاد تقريبا أول حضارات الإسلام حضارات الإنسان التي شهدت شهدت خمسة ألف قبل الميلاد حسب الحفريات والتاريخ والآثار الإنسان بدت تظهر حضارته خمسة ألف قبل الميلاد بدت تنشأ المدن على أطراف الأنهار وعلى البحار بدت تنشأ المدن وبدأ شنو شي من النقل ثلاثة ألف ومثمية حسب الحفريات اكتشفت العجلة عجلة دي عجيبة نقلت الشغلانة من ثور ثور إلى ثورين يجررونه مشنو مكتورة على عجلة تمشي ما عارف اللي اكتشفها ما ده خطير ده كأنه اكتشف الذرة رهيب رهيب فالعجلة نقلت للبشرية هذا الاستقدر هذا القفر من الخشب أو من الحديد في ذلك الزمن نقل البشرية نقلة عجيبة جدا وزاد الكميات المنقولة وكانت روعة بداية يعني لوجستيات حقيقية لوجستيك يلا جاء المصريين اخترع المصريون الفراعنة في ثلاثة ألف ومثين يبعداك بثلاثمية السنة قبل الميلاد الأشرع وعلى آثارها صنعوا أول مركبة شرعية رفت الكلام يعني في ذلك الزمن خد دوالك خد دوالك خد دوالك وكل شيء خد دوال الكشاف كشاف يلا شفت كيف عرفت لكم يا أولاد اللي زينها آمنوا وصلوا الصوح فيضحك محمد علي حسين ففي ثلاثة ألف ومثين كمان ما بقت العجلة بس بقى الشراع شوف الحاجات البسيطة هذه الشراع هذا خلوا انه يميل بصورة معينة بطريقة معينة نفس طريقة الشراع هي نفس طريقة الطيارة الطيارة اللي أجد جناح بتاعها برضو يا أولاد ما شلت أخير شيل لك قلم وشوف لك قلم وشوف لك ورقة من زميل ف الطيارة فكرتها قريبة جداً لفكرة السفينة بس هناك السائل أو الوعاء المتحركة فيه بحر وهنا الوعاء المتحركة فيه هواء نفس الفكرة الشرعة إذا جازت العبارة وإذا فيهمتها فالنازل اكتشفوا الشراع اكتشفوا الشراع الشراع ده أصبح يعني يعني زي ما بقولوا يعني قلبة تاريخية عجيبة جداً والفراعنة أصبحوا شنون يقطعون البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر الدنيا كلها كانت فيه ما يعرف في الشرق الأوسط الآن ما كان فيه حاجة برية معروفة فيقطعون هذه السفن يعني شنون يحركون كل هذه المسائل يعني فاكتشاف الشراع كان روعة قام به المصريين وتغريباً من خلاله غزوا الأرض تحركوا شفتاً كيف الغريبة الجهل الجهل اليونان اليونان ناس عجيبين جداً اليونان منهم الاسكندر الأكبر اللي هو بعد اكتشافاً شغلانا بتحت المركبة الشراعية دي الاسكندر الأكبر غزى العالم كله وفي ناس بالتهموع لأنه ذي القرنين لأنه حامل عالم كله لكن أغلب الظن أنه هو وثني يعني بعد ذلك دور رومان بعد اليونانيين اليونانيين برضو اكتصحوا البحر تمام ومش كده بس اكتصحوا البحر ودخلوا إلى آسيا واحتلوا إلى منطقة الفرس وكان اليونان والفرس هما الدولة العزمة ثم ورس الرومانيين أو الدول العزمة ثم ورس الرومان في حضارة جبارة جداً من القرن الرابع قبل الميلاد لحد القرن شنو؟ الثالثة الميلادي الأول ليشنو؟ يعني بيقى بعد كده كمان بيقوا يمهدوا الطرق يعني الدابة زاتة تمشي في طريق ممهن يزبطوه وينظفوه وبيقط شنو؟ بيقط شنو؟ وزي ما قال القرآن والسبل الله لما نلاقي في السبل هذا استقرب جداً لأن السبل مهم جداً السيارة لا تمشي ممتاز إلا في سبيل والطيارة لا تمشي ممتاز إلا في تخطيط معين لأنه في مشاكل ليش يسلحاثوا أيوة أيوة تمام فربنا منع على الناس بالسبل السبل السكة حديد القطر إلا في سبل البواخر ذاتي عندها خطوط معروفة مرسومة فالسبل مهم جداً لحركة الوجيستيات لحركة النقل سبل معروفة ممهدة المعدة تمشي فيها أول جهاز فشفت شنو ففي القرن الرابع قبل الميلاد بدل رومان شغل ضخم تمهيد الطرق وشبكات موسعة من الطرق شنو المعبدة أيوة بس كلمة المعبدة هذه لا تستطيع المعدة إلا تمشي في شيء معبدة حتى الطيران فوق عنده خطوط ما ساكن يعني عنده خطوط حتى الطيران في الجو طوالة كده انتقل القرن التاسع للميلاد ليس كده ليس تجاوزنا وين نحن في يا الله لا 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 عمل غفظة شديدة جداً جداً للقرن التاسع للميلاد طبعاً تقريباً كده يكون تجاوز كل الحضارة الإسلامية والحضارة الحضارة الإسلامية مهدت طرق عجيبة جداً جداً للدواب وصنعت البريد أكثر جوالك إلا للجامعة إلا لموضوع الجامعة لموضوع الكلية لموضوع المحاضرة عفواً فمهدت الحضارة الإسلامية طرق عجيبة جداً وعملت فكرة رهيبة بتاعت بريد عبر الحمام الزاجل وعبر الخيل كان بتعمل محطات كله سبعين كيلو الخيل انقل شنو البريد من سبعين كيلو إلى سبعين كيلو دا يسلم دا يسلم دا يسلم شفتك كيف وكمان استفادت من حمام الزاجل في البريد السريع كانت حاجة مبالغ فيها يعني كان تستطيع أن تتصل بأهلك وأرحمك وانت في الحج هنا في سوريا أو حتى في مصر أو في غيره فدي برضو من الأشياء الجميلة ومن الخدمات اللوجستية تعتبر الصلاحة الإسلام فمن غنب تاسع للميلاد لحد القرن الثاني عشر قال طوق رغبة الحصان الصلب في القارة الأوروبية ابتكرت على يد صانعي مركبات في قارة أوروبا أولى المركبات التي تجر من قبل الخيول في القرن الثاني عشر للميلاد والعاديات ضبحة طبعاً اسمه إيش هو؟ حدوة الحصان حدوة الحصان كانت اختراع جبار كانت هذه البغال تمشي على شنو؟ على رجولها لكن لما جات حدوة الحصان من حديد أصبح الحصان طبعاً بدقها بالمسمار يعني جوه للحصان أصبح الحصان ماشاء الله قوة جبارة وقوة خارقة وتجر من المركبات ما الله به عليم يعني شوف حدوة الحصان الحدوة هذه غيرت تاريخ النقل وتاريخ الإنسان وتاريخ الحروب أصبحت هذه الأحزن تقطع مصافات طويلة وهي مرتاحة وهي قوية وهي لا تتألم وهي يشمأ وهكذا وهكذا فحدوة الحصان كان ابتكار أوروبي رهيب في القرن التاسع الميلادي غير برضو من تاريخ النقل ومن تاريخ اللوجستيات ومن تاريخ الحروب بعد ذاك نجي ليش؟ قال بعد ذاك السفرة الكبيرة بدأت تصهر السفرة الكبيرة بالإضافة من التحسينات عليها في القرن الخامس عشر من الميلاد مما مكنها من السير برحلات طويلة عبر المحيطات يعني المزرعة تحت الشرعة دي اتطولت كثير جدا جدا لحد ما يجد السفن كبيرة جدا جدا وبقى النقل ممتاز جدا جدا عبر المحيطات يلا جاء القرن السابع عشر الف وستمية دا قال لك أول يلا ظهرت السيارات الليل العربات لا لا دا العربات اللي بجرها الخيل أصبح ذاته داخل المدن الإنسان الوليه عنده سيارة مع الخيل ويتحرك بها وبقت الحركة داخل المدن في أول خطوط بتاعت مواصلات داخل مدينة باريس في فرنسا وكانت نقلة جميلة جدا جدا يلا بعد كده ظهر ما يعرف في إيش أسطورة التاريخ وروعة البتاع جميل ظهر المحرك البخاري مع من؟ جورج ستيفنسن جورج ستيفنسن ألهم فعمل المحرك البخاري وده غير التاريخ لأنه بيقوا يركبوه في إيش؟ في القطر في القطار وفي السفينة ده غير التاريخ جوال هنا جوال لا تكون شيء الساعة نفسها الساعة يا ولد بالله أنت ماشي الحمام فك الساعة إذا كانت هنا يخط الجوال كويس؟ كشاف أو أي شيء المحرك البخاري وما أدراك من المحرك البخاري نقل التاريخ قلب الحياة عمل غفزة أسطورية في حياة الإنسان سواء كان في الباخرة أو في جنون في القطار وبعد ذلك حتى صنعت السكة الحديدية 1807 وكان أول خط سفن بخارية داخل الولايات الأمريكية كما نجح العمل في أول خط حديد بخاري في بريطانيا وفي بريطانيا عملوا سفن بخارية في البحار حول الولايات الأمريكية وفي الأنهار وكمان بيقى في خطوط بتاع السكة الحديد يعني إنسان انتجل نقلة كده كأنه دخل عالم الإنترنت كانت نقلة عجيبة من حياة الإنسان الأولى إلى حياته الحديثة يلا دخل الألمان في ثمانيات القرن التاسع عشر اللي هو 1800 عملوا أول مركبة شنو تشتغل بالبترول عملوا أول مركبة تعمل بالبترول ودي كانت طبعا زي ما نقوله قلب حقيقي اللي هي غرفة الاحتلاقة الداخلة تحصل انفجار في الغرفة بترول ينضغط أو جاز ينضغط يضغط البستم يرفع الثاني يرفع الثاني يضغط تشغال كده يدور الشغلانة مع اللساتك تدور وانفجار شديد مكانة زي ماينتوا عارفين حسن عليهم نشوفها تبقى الحركة عجيبة جدا ودين نقلة خطيئة جدا بعدهاك جاء يعني في الف وتم نمية تسعة عشر يعني الف وتم نمية في الف وتم نمية يا ابنائي زهرت أنا 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 ماقعد لكز على الصور ليش ببقى رفتوا العربات دين داد 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 دل بالبخاري بسه أك الحديث شوفوا العربات شكلها كيف جميل وكانت حاجة عجيبة نزل من يعدن يلا بعد كده زهرت العربات بشكل الحديث خلاص من 1800 بدت خلاص يبقال بوضي خارجي هيكل وظهرت طائرات بدت تتحسن وبعد ذاك شنو ظهرت اول حاجة سكيك الحديد بشنو تجرها الدواب فقليت في عقدة تزعينات من الميلاد اللي من المقابلة لها جسام سيارات ومحركات تعمل بترول على يد المهندسين الفرنسيين ابتكرة الطائرة الحديثة التي تستخدم قوة المحرك قبل شنو في رفعها برضو المحرك هنا على يد الأخوان منه رايت ديلة العمل والشغالة وكانت أول رحلة لها في عام 1903 خطيت كل حاجاتك يا ابني 1903 وفي يوم 17 من شهر ديسمبر في سنة 1900 دخل الإنسان عالم الطيران يعتبر قال ده ده ناي يعني يعتبر طرماية الكاظمية 1918 أول واسطة نقل من نوعها في الشرق الأوسط أمر بإحضاره لبغداد اسمه من يا ربي الاسم واقع متحد باشا شوف نحن متأخرين كيف يعني نحن بدأنا في 1900 وبدأنا بأول حاجة بيسكك حديدية بالدواب يعني البدل ما يجر القاطرة الرأس القاطرة تجير تجير بالدواب ده أول بداية لنا في 1918 لكن الكلام ده ما عرف كيف لأنه لأنه نفتكر أنه عمل خط الحجاز تعرفوا خط الحجاز الخط نحن نزلنا المتحف بتاعه حاجة جميلة في المدينة المنورة في المدينة متحف قطار الحجاز كان قبل هذا التاريخ فأنواعه سهل النقل معروفة طبعا توجد ثلاثة أنواع رئيسية لها البري المائي الجوي يعتمد النقل البرية على مركبات زاد عجلات وخصوصا السيارات والساحنات والحافلات والقطارات أما السفن والقوارب والبواخر فهي أهم المركبات المائية كما يعتمد النقل الجوي على شنوع الطائرات بصورة كلية يمين؟ نعم والله ماتوا أنا ما عرفوا كيف جابهينها إن شاء الله أنا أفتكر إنه تنقل أيه تنقل يعني تنقل وعندها عربات معدة لها عشان تنقل لكن هي ليس للنقل هي ليس للدمار أو مساء الحروب لكن نقلها نفسه في مرات مركبات مخصصة كبيرة جدا لنقلها لكن يا ابني تراجع على حيث هذه إن شاء الله للناس طبعا إن شاء الله تنجحوا للناس اللي حيقعدوا معنا حراجعوا لهم حيشوفوا حاجات جيدة جيدة فأمزح معكم يا شباب الدنيا امتحانات ولازم شوية كده نخلي نخلكم تفرزوا الأندل مهم جدا مفيد يعني سوى حلو جدا أمزح يا شباب فشوفتوا زي ما انتم عارفين طبعا وسائل النقل عندنا النقل البري إذا اخترناه من باب طرق نقل ومواصلات عندنا النقل البري وده منتشر جدا يعني بعد ما تصل البضايع للبلد من المينة كان كل شنو نقل بري وعندنا النقل الباء المائي طبعا زي ما انتم عارفين السفن والأطواف والمحيطات والقنوات والنقل الجوي هو أسرع وسائل النقل لكن ما بيشير كثير يعتمد على المكان التي تعمل بحركات خاصة طائرات أما غير المزود والمركبات كالبالونات الهواء الساخن ده برضه ممكن ينقل بها والمناطب مرات قاعد يستفيد مننا الناس المنطاط هذا يشلقوا بضايع كنغل في فترة ينفتحت التاريخ وبرضه مفيد جدا والطائرات الشراعية للترفيه لكن فقط كده يبقى أنا يعني غطينا المقرر ونتمنى لجميع التوفيق والنجاح الزاهر والباهر وإن شاء الله نلتقي في ساعة خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر